بيّنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أنها ستقوم بتفويج آخر مجموعة من الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة يوم غد أثلاثة رئيس بعثة الحج الأردنية دكتور عبدالله العقيل قال إن البعثات التي سيتم تفويجها هي قوات الدرك والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والبعثة الإعلامية وبعثة الديوان الملكي والمكرمة الملكية وأكد العقيل أن الوزارة ستتابع هذه العملية إلى حين وصول تلك الأفواج إلى مدينة مكة المكرمة فوجنا غالبية الحجاج ما بقي إلا حجاج الجو لعددها من 63 حاج لغاية الآن في المدينة المنورة البعثات الرسمية ستغادر جميعها إلى المكة المكرمة اعتبارا من صباح يوم غد ثلاثاء وسط اليوم بعثة المؤذنين وهي تابعة لوزارة الأوقاف غدا بإذن الله ستغادر مع بقية البعثات الرسمية بإذن الله إن شاء الله